3, 2, 1 اوكي ابدل اوضي مش يعني مش شخصية وايد حلوة واحد يعرف عنها بس تقدم محتوى زين والله الحمد فيه تغيير حسي في المجتوى سوينا درست في امريكا هني كان التغيير التغيير اول ما صرت امريكا وشفت ان الشعب الشغف عنده كبير اتجاه شكله كيف يكون اعرفك فالشكل كيف يكون يقول لك الطعام هو اللي يشكل جسمك فكانوا مخذين موضوع التغذية والتبرين بعين الاعتبار وانا دخلت مع الموجة هذه مع انك رايح هناك على بعثة هيئة ميهة كهربائي دبي وادرس كهربائية لكن سمحان الله الشغف يجرك اكسترا كركنم يجرك الى الامور ثانية وكانت امور التغذية والنيترشن وحب بداينا حب نخلنا شهادات حب حب دخلنا بطولات كمالة سام ولين يوم كذا اتعلم ولين باشر اتعلم لان كل يوم شديد وكل يوم العلم يتجدد حلو جميل يعني انت حين في رحلتك في الخارج من هني بدأ قصة الشغف موضوع التغذية لكن الباكراوند الرياضي كان موجود من زمان يعني كتلع في النادي في نادي الوصل على ابكرة في المنتخب الامراتي بعد سبحان الله ما احد وجهني وانا صغير على اساس التغذية اللي هي فعلا what makes your body اللي هي تشكل جسمك فكنت دوما عاني من موضوع البنية القوية البنية الجسمانية كنت اصغر واحد في الملعب فأي دقة كنت اطيعي حياة سبحان الله اذا كان فيها خصائي تغذية أنا اليوم باعرف شو اساسيات التغذية ابا افهم يعني الاساس مثلا المصادر البروتين والكاربوهايدرات وهذه الامور انا احتاج حد يعطيني دايركشن حد يعطيني اتجاه اتجاه افهم اول شي بالاساسيات عشان اكمل في هذا الاتجاه الناس يحبون المختصر المفيد ما بدخل وائد انتو ديتيال زياني عشان ما يكون بودكاست اكاديمي نعطيكم المختصر المفيد المختصر المفيد المختصر المفيد الاكل اللي ناكل نحن عبارة عن وحدة طاقة يسمونها سعرات حرارية حلوين حلوين الحين شو ما ناكل سواء كان بيتزا ولا باستا ولا عشو دياي ولا اللي هو في النهاية تدخل جسمك والجسم يعاملها على اساس انها سعر حرارية ويقسمها الى ثلاث اقسام اللي هي قيمة غذائية الاساسية مع كارب وفاة وبروتين حلو حين ندخل في موضوع كيف الهضم ومال القيمة الغذائية وهذه ما حد يبقى يسمع هذا فندخل على انتم لين موضوع اللي هو الماكرونيوتنان كارب وفاة وبروتين الحين اذا انتهيت وتبعت تسويلك ميل بلان تبعت تعرف شو اللي يوصلني الى هدفي سواء كان تكبر او تحسن ويت او تخسر دهون او تخسر وزن او الثبات اعرفت الهدف مالك الان ابسط شيء يعطيك ادخل على جوجل اكتب كالوري كالكليتر حسبة سعرات حرارية يختار تحط البودي كامفزيشن المالك اللي هي جسمك من ناحية ليم بودي ماس الوزن الصافي والوزن الدهون طول والاخر يعني وحتى اللايفستال يأخذ في الحسمان هل انت نشيط وايد هل انت دوم يالو اسمان تسوي شيء الاسئلة هذي مهمة؟ هذي مهمة للكالكليتر نفسي للحسم نفسي عقب هو روح يحسبلك يقولك يا محمد انت تحتاج الفين وخمسمين سعر حرارية تروح تاخذ الرقم هذا اوكي وايد برامج ادنى اسمي فتنس بال وهذه الامور تحطى الرقم في البرنامج مثلا تقول انا احتاج الفين وخمسمين سعر حرارية عشان اخسر دهون اللي هو ايتنجو ندافس التاكل في عجز السعرات الحرارية عشان تخسر وزن تحطى الفين وخمسمية في البرنامج عقب شو ما تاكل شو ما تاكل اهم شي على اخر اليوم ما تتجاوز الرقم هذا اندو ستوري الحين متى التعقيدات استوات من اخصائيين تغذية نفسهم لا تاكل شكر لا تسوي شيء اقطع كارب الدنيا وايد سهلة سبحان الله دين الاسلام دين وسطية حتى في التغذية بالانس دايت وسطية في التغذية وايد انحاز للنظام معين كيتو دايت ما ردي شو بيستوي ريبوند ما بقدر اكمل وايد انحاز للنظام النباتيين مردي ما بقدر اكمل وبوقف وباطفر فندورنا شو النظام المثالي وانا اشوف هذي افضل طريقة وابسط طريقة لعوام الناس لكن ديني واحد professional athlete لاعب مسلم محترف ما بعمل بهذه الطريقة بناخذ اشياء ثانية في الحسبان بس علشان عامة الشائع بيستفيد احسب سعراتك حطها في البرنامج ولا تاكل اكثر من احتياجك اللي مكتوف في البرنامج سواء كان احتياجك منه زيادة وزن خسارة وزن كالوري سير بلس كالوري ديفيسد كالوري مينتنس حلو جميل انا حتى اقول حق الناس اطلع في سناب شاب اقول لا تدفع لي فلوس وتشترك عندي اذا انت تزيد وزن انا احطك اونا كالوري سير بلس اعطيك سهرات اكثر من احتياجك تبقى تخسر وزن انا احطك اونا كالوري ديفيسد مع ذلك ان يشتركون فسبحان الله والله تغذية ابسط مما تتخيل هذه الاشكالية ومتيعة موضوع الاستمرارية بس رب انهم يحبون ان يستمرون مع ان نظام السعرات وتحسب سعراتك وين ما كنت ومتى ما كنت تقدر تمشي عليها سواء كنت مسافر اعطيك سعراتك حتى يمطبقوا الموضوع هذا حتى في شهر الاسل في شهر الاسل تم محافظة على الجسم فهم الاساس فهم القاعدة وحتى في شهر الاسل انه يقول ان يرى انا انا اساك انه مئتين وخمسة سورة حرارية زين عبدالله اعتقد ان انت قلت شيء مهم موضوع الاستمرارية كانت عندي انا مشكلة تقريبا انا اتمرن من تقريبا قبل اربع سنين بس انا ما استمر في التمرين اتمرن واكتع احيانا يني هالشعور اللي اتمرن واحسنة ما في نتيجة امل اطفر وبعد بخصوص التغذية ما عندي دايركشن صح للتغذية يعني مثلا اسأل مثلا سألت مدرب اوكي قلت له ممكن تعطيني مثلا جدول تغذية عليك بالصدر دي اي وتونة وصلطة وعيشة بيض وابتعد عن الشكر ابتعد عن اي شي في فات تحبت نفسيا ياخ ما قدرت طفرت ما احد مخرب عالم وهذا غير اخصائي تغذية من كثير الحرمان اللي يحطونا على المتدرب والله وايد الموضع وايد سهل اذا الواحد اعرف احتياجه وكل مما لذ وطاب علي بالافيا حصل نتيجة ان شاء الله الحين بيك واحد بيقول اذا انا حسبت سعراتي 2200 مثلا هذي سعرات العجز وانا اخسر دهون 2200 اول اسبوعين ثلاثة بيستنزل انقص 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 وصلت مرحلة يسمونه بلاتو ثبات مع انياس اكتر 2200 بس ما يتغير وزني النزل اكثر في النهاية الكونسابت السعرات حرارية شو كالرئيز ان ايكولز كالرئيز اوت كم عشان انا مثلا اخسر دهون لازم اكل اقل مما اني ابد المجهود اللي هي كالرئيز اوت كيف نحسب الكالرئيز اوت ناس ما قلت لك حسبت السعرات حطه في البرنامج ونحسب كم نحن كم ناكل سعرات حرارية كيف نحسب الكالرئيز اوت هنا ندخل شوي ها واحد يقول لك من ابل واتش احسب من ان انا حركت في التمرين 300 سعراري وحق 500 مش دقيق ولكن نقدر نستند عليه الى حد ما يعني حلو تمام زين عبدالله شو بالنسبة للتحديات اللي انت تواجهها لما شخصي يشترك معك في النظام الغدائي الاستمرارية لا اكثر لان انا بسوي بروتوكول مبنائي على علم يعني فالبروتوكول بيوديك بيوديك اذا انا اضطيتك هنا ادفست انت لازم تخسر دهون ليس على كيفه ولا على كيفه لان هذه قاعدة ليس نظرية قاعدة ثيرموديناميك لازم تخسر وزن انت لا تخسرت وزن فاللي اواجهة ان يونيو اخر اسبوع يقول ان انا كبتن ما حصلت نتيجة اقول له ترى هذه قاعدة ليس نظرية انا اضطنك على سعرات معينة انت لازم تخسر دهون يقول لي توصل صراحة نعم المصداقية هاي مشكلة المشكلة الثانية الاستمرارية مع ان النظام اللي اسويه وايض مرن وايض فلكسبل وايض سهل انك طبقة وفي حلويات وشكر وعلى قدر احتياجك وفهم الكونسل مع ذلك سبحان الله في ناس بس خلاص ما يبا يستمر ليش يقولك انا ما عندي موتيفيشن وانا اقول حكا احد موتيفيشن يجب أن يكون موتيفيشن شيء من الداخل اصرار وعزيمة تي شيء من الداخل لدرجة اذا الاصرار وعزيمة عندك قوية لو امشيك على الولد سكول دايتين ايشو دياي وثونة وهذا بعد بتمشي انا دوم اقول حكا احدا كل الطرق تؤدي لي رومبا لو انت كنت ايشو دياي بس في حالة انك حسب صراتك كنت ايشو دياي وكنت على قدر احتياجك وكنت تيبكال اولد سكول بتخسر دهون لو كنت فليكسبل دايت بتخسر دهون لو كنت كيتو وانت حاسب صاراتك بتخسر دهون اذا كلها كانوا دافست لان في النهاية القاعدة تقول لك كل في عزة صارات شان تخسر بغض النظر عن النظام الغذائي في نهاية كلها شوف ابسط ما تتوقع يعني ييك واحد وبرنامج واستضافة ودنيا حق اخصائي التغذية ويدخل في موضوع الانسلن والكاربوهايدرات الغير معقدة اللي هي سيمبل شقر ترفع انسلين وإذا انسلين ارتفع يخزن دهون في الليفر وايد معقدين الشغلة والشغلة يعني وايد بسيطة يعني سبحان الله حتى ما تكون في القرآن كله واشربوا ولا تسرفوا الله سبحانه وتعالى حطلنا قيود ما حطلنا قيود كل واشرب ولا تسرف اللهم القيود كانت لي المحرمات المحرمات اللي ما ذكر اسمها الله عليه والمتردية والنطيحة وماكل السبع لآخره سبحان الله نحنا نعقد الموضوع نحنا معقدين الموضوع فأتمنى ما يكون فيه تعقيد علشان نحنا اكبر مشكلة نواجهها او ثاني اكبر مرض شو ما انتشر في العالم السكر السمنة ومع انه وائد ناس كانوا سمينين وضعفوا وانت تعرفهم وردوا متنو لانه مشى عن نظام قاسي نظام غلاص بالموت كل ايشو دياي كل يوم واصلا لو تحسب سعراته يطلع وايد على عجز السعرات ضعف بس مل خلاص فقال خلنا نسوي مل فقال خلنا نسوي ريباوند فهل مشكلة فانا اقول عشان نحن نحقق الاستمرارية ونقضي على الاوبيسيتي لازم نثقف الشعب باساسيات التغذية واللي هي ابسط منها ما فيه رسالة انت مثلا اتوجهها للشخص اللي بيدخل في مجالك انت شو النصايح ان انت تقدمها لهذا الشخص اللي بيدخل في مجالك بيدخل في مجالك كمتدرب او مدرب؟ كمدرب تغذية بيكون اخصائي تغذية رقم واحد لازم يكون عندك مؤهل علمي هذا خالصي منه لا تيني تقول لي خبرة ما في شي بالخبرة ناس ما نحن احكام احكام الدين ينيبها من القرآن والسنة نفس الشي البودي بلدينج والفتنس ينيبهم من العلم فرقم واحد لازم يكون عندك مؤهل علمي من جهة مختصة او جهة مثلا معتمدة مثلا اي 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 جهة ثانية انزين الشي ثاني الاندستري هذا مع الفتنس طلع فيه فلوس ويت سهل فلازم يكون فيه اخلاص في العمل عرفت؟ ويت سهل اني اقص على الناس ويت سهل اني اطلع فلوس عرفت؟ فرقم واحد مؤهل علمي ورقم اثنين المصداقي والاخلاص لانا الاسان خداعي يعني واحد بكلمة كلمتين يقص عليك عرفت عشان يعني لازم تكون حذر لازم تكون حذر هذا اتكلم غير اليوم اتكلم المصداقية لازم تكون مهمة خاصة حق مدربين كمال الاتسام لان مدرب كمال الاتسام طبعا يدخل فيها موضوع منشطات وإلى آخرة عرفت محسنات الأداء والتي ممنوعة اصلا فايك واحد حتى مش متعلم عن هذه الامور تعتبر مادسنز أدوية في النهاية ومش متعلم ويعطي ربعنا لغرض انه يتحول بسرعة ويرجع الكردتس حقه ويرجع الفضل اوه شوف انا غيرته ولا هاكي لو تشيك عليها حين نسكين سكراب خلاص ما انتهي يعرفت؟ يعني مول ما فيه خلاص فهذا الشي كون مؤهل علميا واثبت هذا الشي رغم الثانية كون مخلص في شغلك عبد الله خبرني اتجاهك في shades جان يعني أنت اليوم مع Whoever الخبرنا مج怎么了 كنت في امريكا مراتها توهق أنا دوم كده احب اطبخ في امريكا كي حسنا لن كنت اجهز جادتي فسمحان الله كنت ردأت Ang Aquí براسف god من هذا الجامل يعني ان Το موجود ثـاثة ممكن في امريكا موجود في هيوستن في فيغس وهي هو الهاتكورتر وهي ليفادا و موجود في اریزونا وموجود في الورقة مول في دبي فقالت منه هذا ما شاء الله اللي سوى فرانشايز حق بروتين هاوس وطلع إسحاق أهلي شركة بدر المطوع يابوا المطعم من هناك والمطعم على كريتيريا أمريكا السعرات محسوبة فيها عدل الأكل وفي نفس وقت طعم فناني يعرفت والستاف أنا حين يوم دخلت هناك دخلت على أساس أني سوف أكون أمباسدر سفير للمطعم وقعت معهم كونتراكت ومع الوقت خلصتوا مثل فاميلي بنسبالي التيم اللي هناك يعني واسحاق أخويا وما قصر وياي وحبا حبا ستويت دايتشن أنتم يعني ستويت أنا خصائي تغذية ليس بروتين هاوس فإن أي شخص مخصوص بروتين هاوس يلسونا وياي أنا يلسوها ونحسب للسعرات والحلو بعد في الموضوع أن نحسب للسعرات سوف نفترض مثلا عن محمد العوضي أنا بروتين هاوس وقال العواضي أنا صراحة توني بادي 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 بلدين وصراحة أبا 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 أعضل وأبا خلان نقول خلان نقول بادي ريكمبيزيشن يبني عضلات ويخسر دوما في نفس الوقت منزيل فأنا أحسب لك سعراتك خلان نفترض مثلا الفين وثمانمائة سعرات حرارية هذا الكارب و هذا الفات و هذا البروتين نروح نعطي للسعرات اللي هناك لدرجة أن حتى الطباخ اللي بروتين هاوس يعرف يحسب سعرات و يحسب الكاتليز و يسوي كل شيء فنعطيه الأرقام بس ما نقول لها مثلا نحط لها عيش و دياي صب لا لا نعطيها أرقام بس خلاص و كل يوم يتفنن و يطرش لك كل ملذة و طاب يعني و يعني أكلك كل يوم يكون غير حلو والأكل يكون جاهز بنفس القيم الغذائية التي نحن نماشي عليها حلو عشان تحصل نتيجتك ما أتمل و يكون فيه تغيير تغيير يعني التنوع في الأكل عليك نور عشان أنت ما أتمل لا يكون روتين عليك نفس ما استوي لأن الصراحة يوم دخلت في هذا المجال أقول لك من بداية صدر دياي تونه صلاطة صدر دياي تونه صلاطة صلاطة خلاص أنا اللي أنا أتحل بطورات و شيء ما أكثر أكمل طول حياتي على صدر دياي تونه أنا اللي ما عندي مشكلة أكل يعني أكل عيش و دياي و ما يفرق بياي أكل أيش دياي ولا أكل مكدونالز مع أنهم عادي يكون نفس السعرات و يودوني نفس النتيجة بسعادة أكل أي شيء يعني ها و ها نفس الشيء إذا تقول لي مثلا عبدالله أمش مثلا طول حياتك في هذه المسيرة مسيرة البادي بلدينج على عيش و دياي أقول لكم استحيل أكيد بعمل أنا اللي وايد الشغف عندي ألف مستحيل فما قال لك واحد مسكين توا يأيينك صحيح ولا يدري شو الفتنس و تروح تأكل عيش و دياي خيبة حب حب الصدق تكون تجربة و ما فيها ردة خلاص يجربة ولا يرد للشغلة مول فأنا ما أقول لي حتى هناك شباب في الميارس أقوموا دخلنا على موضوع فليكسبل دايت و يحسبون سعرات و و شيء دومًا أحب أعطيهم في اليوم مثلا حصة معينة من السعرات مثلا 300 سعرات حرارية أقول لك روح كل ما تبعه مثلا يكون من التوتل كالوري انتيك ماله في اليوم فأنا سأكل مكدونالز و هذا يفرق الميصة في الميارس فيه في أبس و شيء و يقولوا أنا أكل هذا أكل أس كريم في أبس فحلو هذا يعني إنديركت ميسج في الميارس فسمح الله استوى وستوى وورد أوف ماوث سوى الناس يتكلمون بينهم بين بعض أوه شو هذا فليكسبل دايت مع أن النظام هذا حسبة السعرات و الماكروزة موجود من 140 سنة عرفت؟ وما يانى إلا من فترة من 5-6 سنوات فأشان شيء حتى الناس مش متقبلت لنا لأنه شيء يريد لكن شافوا الأفكت على أرض الواقع وكل حال يعني جميل يطيك العافية أخوة عبدالله مشكور شكرا على حضورك ما في أي سؤال بد ما في أي سؤال بد لا أعتقد هاي الأسئلة هو يا حبا بربر يعني أعتقد كتفين بهاي الأسئلة و إن شاء الله إن شاء الله من بعد هذه الحلقة يعني المتابعين بيعرفون بيون عندك بيسئلونك إنه يبون جداول تغذية فأنت إن شاء الله راح تستقبلهم و راح تجاوب على أسئلتهم أكثر إن شاء الله مشكور عبدالله شكرا على وقتك ترجمة نانسي قنقر